اللي انا عايز اقوله انه هناك فيه زدواجية في المعيير يا كريم برضو في غاية الخطورة يعني ما تحولش تلعب على وطر ومشاعر الجمهور وتقديوا للمرسالة مسمومة وانك انت بتحبهم يعني انت لما تخسرك السوبر تولد بطولة شرفية ولما تفوز بيها بكاس العالم يعني برضو امر غريب جدا برضو يعني بقى اي منطق يعني يعني انت بتقدي بالكلام ده مين يعني بقى تكلمني عروحي لما تقول انك انت لا لا من كم سنة من سنتين بس او ثلاثة لما كانت سوبر هلك كده اتعشت ما انا بكلمك يعني لو انت خدت البطولة كنت تقول لي عملنا السلوسية وكسرنا الدنيا يعني ده كلام في المنطقة الخطورة طيب انت بتقول لي ازا انت قبلت الهزيمة وانت بش رفض انفرد طيب قلت ان انا ازاي جبنا التالت لعب مع الاول ما كان الاول ايه لعملت طيب هو الاول ده التالت اللي انت بتقول عليه تالت ده لما لعب قبل كده وانت كنت التاني ومرتين ثلاثة انت ملعبتش وانصحبت ورحت وجيت وحتزرت هل طلع الاهل وقتها مثلا في توقيت قال لي يا جماعة والله احنا ايه التاني ده هيلعبنا بكوننا لعبنا وما بقى يعني عزو ليه للأسف بعد ما يعني انا حزين جدا انه بعض المنتبونا للصحافة وبعد ما ننتبونا اللعبت الكورة اللي هم دخل دولوقتي في طول مين الاعلام من الخطورة ولابد الناس دي تواجي لها توجيه وتحزيه من المتابعين غلط لو احنا عاوزين نحمي الصناعة بتاعتنا ونجوز زي ما احنا بنشيد بالتنظيم واللقطة وانا انو المشهد كان كويس ولقطة تشكبالة وفي حصل منوشات ملاش داعي منها بصورة انت مالك انت شايف مثلا عني معلول بيحتفظ مع الفلودي ترح تتكلمهم ايه يعني ايه داعي لكي تتكلمهم وبرده لازم تفير ملعب بالاهي يعني في جمهور الاهل مش رح يكلم جمهورك وانت المفروض هنا ايه ادخلش ليعرض المشهد ليعرضه كامل يكون عنده ضمير وامانة لانه انا رافض لأي خروج وتطول على شكبالة او على اي لعب ان انا احط نفس مكامل انا كصحفي احط نفس مكامل تخيل نفس ان انا كبنيادم تعرضت للسباب من الجمهور تخيل بقى اه صعب جدا على فكرة صعب جدا على النفس ومحدش قدر يتحملها ويتقبل اللعنة عايزين يقولين يتقدم رسالة كاملة عشان يجود ونبقى عاشا كويسين لانك مش هتستطيع تضحك على اللي بتابع لانه بتابع بتابع هنا وبتابع هنا فغلط انك انت تيجي تقولي ده بطولة تشريفية وما لاش هزم طب الله طب راح تلعبتها ليه طب لو كسبتها كان ايه الوضع يعني ايه الهدف ما تقول انه في الفريق ما كانش موفق في اليوم ده واضلك والاهلي كان احسن وخلاص وكان عنده حالة توفيه كبيرة جدا واحنا خسرنا بسبب ان احنا مكناش موفقين وكان ممتل كل الزير وطيجي وكان ممكن اللي في العرضة احقاقا الحق الاغلبية العظمة من جالب نادي الزمالك بشكل واضح من جالب نادي الزمالك سواء اعلام او ادارة او جماهير او لعبين او مدربين قالوا ان الزمالك خسر المباراة ديت في الملعب فنيا يعني انه فريرة ما كانش موفق في هزي المباراة وزي بحس الشريف قال هي مباراة لان تعيب فريرة ولا تعيب نادي الزمالك اللي كسبت دوري ولا حاجة يا مهند ما انت كسبت الدوري وخدت الكاس ومحدش تكلم ولم اهلي خسر مثلا الكاس اثنين واحد مطلعش مثلا الاهلي قالوا والله كاس بطولة شرفية الكاس بطولة شرفية انا ضد برضو العبارات اللي بتتقال فينلندي الاهلي من جمهور بعد جمهور لاي لا شبعنا من البطولات لا عندنا سبعوية خمسين كاس وعندنا ميت دوري جماعة فيش كلم ده في الرياضة يعني هاوزين نطلع من اه الحاجات دي على لكن هاوز اقول ايه بس تزعل حاجات ده مان خفيفة في نقطة مهمة جدا انه اجمع ما والكور ده اصلا هزار راجب تقعد على القهوة فيه صاحة صاحبك زي ما الكيهو اهليه وانت بتقعد تهزر ما طول عمرنا بنهزر في الموضوع ده ما عادي ما نهزر بس ما بتوصلش المرحلة الزب والخصف يعني هاوز اقولك ايه ليه ميبقاش عندنا ناخد نتعلم من الدروس وعادي جدا خسرت النهاردة بطولة ما انا بكرا هكسب بطولة ان شاء الله وبغيري هيخسر بكرا وده امر طبيعي جدا يعني عاوزين نطلع من دائرة حتى لو كان اللي طلع الدلوية الموضوع بتاعت التحفيل كانت موجودة عادي يعني اتكلم مع بعض بس عاوز اقول ايه ما يوصلش بينا ان احنا نخسر اخلاقنا ودنا عشان ده لعبة يعني عاوز اقولك ايه مش حاجة يعني ايه اسمها لعبة اه لعبة لعبة كرة تلقى يعني بصلي بخافي في الضغط يعني عاوز اقولك لما كنا بروح ايامل البطشات والسابعين والتامنين يالف كنت اده اروح بلقى شخصيات عامة ذات قيمة في المجتمع لابس بانترون والجنس والكوتشي والشيرت الاهل والقاعد فالدركة التالتة حاجة قيمة كبيرة فهم يعني ايه استاذ داركتور علم مش عارف ميه مش عارف ميه مره بلت منه مجموعه بله فالدركة التالتة اه قال لي اه احنا بروح نفهرنا كالشحنه وانا نكسل الديه يعني عاوز اقولك ايه وبيطنع مبسوط لو الاهلي خسر بيقولك خسرنا ونستحق يعني عاوز اقولك ايه وكانت جمهورين قريبين من بعض والناس قاعدة جنب بعض مفيش كرب دلوقتي احنا تركنا المجال اذا لم تكن يعني الاعلام لابد ان نضرب على يد من يحاول الخروج عن نصه بس الفرقة لزيادة لان احنا بلونا احنا محتاجين هذه الفترة محتاجين اعلى نسبة تماسك في الفترة الحالية اعلى نسبة تخلص من كل من يخرج عن الناس لابد نضرد هذه الافكار نضرد الاشخاص يعني مش موجودين لازم اجيب الناس الايجابيين اجيب السلب ده اعمله فاصل لكن لما اترك اركز على جزئية معينة في حتة معينة وكانت كل البرامج وقتها لما سيدها محفظ خارج عن النص البرامج بكامل قوتها الا ما راح بس اتكلمت على الجزئية دي